السلام عليكم لو كانت الدنيا سهلة لما كان الصبر من أحد بواب الجنة قيل لأحد الصالحين ما هو الصبر الجميل قال أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله فقط أعمل وتوكل على الله ابتسم من رغم قصاوة الحياة ترى الله بيعودك خير احمد ربك أن الحياة ما في حرب ولا شيء بعضهم مصابين بس قل الحمد لله ابتسم خل حياتك حلوة بعض الناس اتسوى سئة يحسب قراص نهاية الدنيا وأن الله تعالى خلاص ما رح ينفر لهذه السيئة قال تعالى إن الحسنات يذهب للسيئات الله كريم وغفور الرحيم خلك بصمة حلوة وآثى طيبة بين الناس قبل لا تمش تتوقف أفاسك بس فتتوقفها أنا دائما طرح لنفسي هذا السؤال هل إذا أنا صد حزين رح تنحل المشكلة بسهولة؟ طبعا لا ما رح تنحل ربك موجود رزقك مكتوب عمرك محدود ليش تحزن؟ ألحك اللي حالي واللي حالك مجتمع ومجتمع ما رح تغيران إلا إذا غيرنا نفسنا بالأول طبعا نتغير للأحسن إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم قال تعالى قصشت واقتري وقال أيضا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تخيل من كثر ما ربي قريب منه نقدم الزرب لأكثر هذه الدنيا أمسشناه وما رح يرجى اليوم بالعيشة وراح يروح بكرة ما ردش بصير صافح وسامح ودع الخلق للخالق بين كل خير وخير مسافة مرهقة تسمى الابتلاء لكنها مليئة بالأجر لمن صبر واحتسب فاللهم لك الحمد والشكر على كل حال خذوا نفس عميق طب قولوا الحمد لله ها حسيت براحة قال عليها أفضل الصلاة والسلام أفضل عباد الله يوم القيامة هم الحمدون الواحد شاف نفسه وصلح أغلاطه كالحين كلنا بخير يفتش عن عيوب الناس هم ما شاء الله ملأك ما عنده ولا ذن اترك عنك عيوب الناس وخلك بنفسك دع الخلق للخالق عسى ما شفنا شيء إلا فتحنا عيوبنا فيه والمشكلة ما نقول روبي يبارك لك ويجزق لنفس ما يجزق وش المشكلة وقلنا ما شاء الله ليش الحسد صاشي عادي وإيش الحل أنت ستعيش مرة واحدة في هذا العالم إذا أخطأت اعتذر وإذا فرحت عبر فلا تكون معقد والأهم لا تكره ولا تحسن ولا تحق المحدودون الثلاثة وهم من ترك الدنيا قبل أن تتركه ومن بر الولده قبل أن يفارقه ومن أرض خالقه قبل أن يلقاه تكفل جانا لا تطوبكم في أمان الله تكفل جانا لا تكفل جانا لا تكفل جانا لا تتركه